موسيقى عزيز الشاب يتكون يا ما تكونش يتهون يا ما تهونش ما تعيشش بين البين ما هي واحدة من الاتنين يتكون يا ما تكونش أحبانا شباب مساء الخير وأهلا بيكم معانا وشباب اليوم هنبدأ حلقتنا النهاردة وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها في عدة موضوعات لكن طبعا بما أن احنا بنتكلم على الساحة الداخلية وبنتكلم على مصر وما يحدث في مصر فيجب أن نبدأ بأهم الموضوعات طبعا يمكن الشارع المصري كله دلوقتي بيكلم على أول حاجة انتخابات الرئاسة يا ترى مين الرئيس القادم يا ترى الرئيس القادم هيكون مواصفاته إيه يا ترى أي حد ممكن أنه هو يتم انتخابه في فترة قادمة ولا فيه شخصيات هي اللي تعتبر الأولى أو فيه زي ما بنقول الحصان الرابح في هذه الانتخابات كل ده حيكون موضوعنا النهاردة من خلال ضفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علاء الحلواني الكاتب بأخبار اليوم أهلا بسياد تكمنية أهلا بك فأهلا بحركوا كل أستاذ المشاهدين في البداية خلينا نتكلم كيف ترى المشهد أو مشهد الانتخابات الرئاسية القادمة والله في البداية يعني بنقول عن الانتخابات الرئاسية القادمة هي طبعا أصعب انتخابات مرد بمصر وخاصة في الفترة الحالية اللي احنا بنعشها مشاكل كتير جدا الرئيس القادم سيواجه أخطر يعني مرحلة بزواجه فيها مصر تحديات سواء داخلية أو خارجية لكن بس بحب ألفة نظر كل المشاهدين وكل السادة السياسيين والمهتمين بالسياسة في مصر لنقطة مهمة جدا مش عايز حد يطلع يقول ما ينفعش يبقى فيه رئيس عسكري يعني يعني ايه ما يبقاش فيه رئيس عسكري يعني ما يكونش يعني النهاردة الشاب اللي بيتفوق وبيدخل يقد خدمة الوطن النهاردة ان انا احرمه من اهم ميزة ان هو يترشح لرئاسة بلده بغض النظر عن كفاءته او عدم كفاءته انا النهاردة كل مواطن يعني في مصر مفروض يبقالوا الحق في الترشيح وفي المقابل برضو ما ينفعش ان انا اقول حد تاني يطلع يقول ما ينفعش حد يترشح ضده فلان او ضدك يعني بقى اقصر الرأي على شخص معين لا النهاردة عايزين الناس كلها تترشح وتقدم للترشيح عشان استكمال العملية الاصلاح والمصاري الديمقراطي علشان يبقى فيه منافسة لان قوة المتنافسين بتخلق برامج جديدة بتخلي كلنا بنستفيد منها وممكن لو زي الدول المتقدمة بيحصل فيها الدول المتقدمة ديمقراطيا وعلميا وصناعيا وعلى كل المستويات بينقحوا هذه البرامج وبيبدأ ان احنا نطبقها على اي رئيس يعني اخد من كل كل رئيس يستفيد حتى من برامج غيره من الرئيسات اللي حتقدمه للانتخابات لكن انا يهمني هنا وانا بتكلم على الانتخابات والمرشحين للانتخابات القادمة ان انا اتكلم في نقاط هامة جدا اولها مثلا لو تكلمنا على الزمة المالية الخاصة بالرئيس القادم الدستور بيكفل التعرف على الزمة المالية بعد تولي الرئيس القادم الرئاسة لكن انا بقول طب والمرحلة الانتخابية دي اللي بيدفع فيها ملايين الجنيهات فين الزمة المالية بتاعت المرحلة دي عشان نعرف منين من اين لك هذه الملايين التي تم انتخابك من خلالها أو تم عمل بها دعايتك الانتخابي ما احنا يهمنا برضو ان احنا نعرف تلك ده كلام جميل جدا ده يعني سؤال زاكي جدا في المرحلة اللي احنا فيه اولا بالنسبة لزم المالية المتقدمين للترشيح بتبقى بتقدم مع اوراق الترشيح لابد انها تتعامل لكن المشكلة عندنا المشكلة الخطيرة والكبيرة جدا هي في التمولات التمولات الخارجية بالتحديد بزرق هو ده اللي بتكلم فيه يعني في كل دول العالم المرشحين بنبقى عارفين تمويلاتهم جميل ده تمام دي مشكلة ويعني صعب السيطرة عليها في الوقت الحالي خاصة يعني انا النهاردة يعني النهاردة الدول اللي هي بتكون بتمويل بتمويل مرشحين معينين سواء في انتخابات رئاسية او برلمانية في كاف الدول العالم النهاردة ببقى الصعب السيطرة عليها لانها لو مجاتش عن طريق تحولات بتيجى عن طريق الصفارات اللي هي صفارات هذه الدول وده اللي بيتم في مصر وتم في المرحلة اللي فاتت وتم توجيهه سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية فدي مشكلة يعني لابد أن هي يعني دي المشكلة اللي هي في المرحلة في طرح الحوار المجتمع كل الناس بالطالب بتحديد وضع السكب أولا في صعوبة أن أنا يعني أن أنا أرائب يعني ما فيش حيئة في مصر ولا في حد في مصر يقدر أنه هو يحدد عملية الإنفاق يعني الإنفاق الرسمي اللي هو حددته اللي حدده كانون للانتخابات الرئاسية هو بعشر مليون ده طبعا أولي جدا يعني عشر مليون دول بيتصرفوا في أقل دائرة انتخابية في مجلس الشعب إنما يعني المفروض السقف يبقى أعلى من كده عشان الموضوع يبقى قانوني ويبقى عليه رقابة الصرف ده يعني بيبقى له مراحل متعددة أو أوجه متعددة سواء في تنفيذ البرامج أو في الدعاية أو في المؤتمرات فده صعب أو حتى في الدعاية في القنوات الفضائية أو الأرضية بتبقى المفروض بيتعامل حصر الكل ده ويبقى فيه هيئة يعني تابعة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتقيم ده وبتشرف عليه إشراف كامل من خلال مندوبين في كل المحافظات لرصد أي تجاوز لإن أنا النهاردة يعني النهاردة عندي مشكلة كبيرة إن أنا بخلي يعني عدم تحديد هذا الصقف بيخلي الانتخابات رأسمالية أكتر لإني أنا يعني متوقع في الانتخابات اللي هي جاية هيبقى فيه تجاوزات في عملية الصرف على الحمالات الانتخابية بطريقة مش معقولة لإني فيه أكثر من مرشح مش مرشح واحد هيتم دعمه خارجيا ويعني والتحولات يمكن الأجهزة الرقبية عارفة هي إيه بس المشكلة زي ما قلت الحضر في البداية إن هي جاية عن طريق الصفارات ومنافذ أخرى عشان كده هو ده لأنا بقوله بقى طب ما نحاول نبقى فيه جهة مختصة بذلك لتحاول تعملنا مرأب على ده أو نحاول نعمل بطريقة ما ده تمام المفروض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تبحث عن آلية لتنفيذ هذا المقترح نبدأ ندخل بقى في نقطة تانية وإيه هي الرئيس القادم الرئيس القادم الحقيقة هيوجه العديد من المشاكل قبل ما نتكلم على مشاكل الرئيس القادم دعا نتكلم على مشاكل الانتخابات بوجه عام أولا الناخبين من الخارج الوافدين أكثر من قضية بتواجه الانتخابات القادمة اللجان والتشتت اللجان اللي حصلت في آخر استفتاء وإزاي نعيلة واحدة كنا بنشوفها في أكثر من لجنة أسماء الناخبين سواء اللي داخلين جداد أو اللي توفوا أو اللي ليس لهم الأحقية في الانتخابات وكل ده هل ستستطيع اللجان القادمة أو الانتخابات القادمة حل كل هذه المعضلات التي يمكن وجهناها في آخر استفتاء والله هو الموضوع ده بيخص طبعا لجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتعاون مع وزارة الداخلية وأعتقد أن وزارة الداخلية بدأت تطور من آليات عملية ضبط جداول القادل الانتخابي كل مرة بيحصل فيه تطور يعني إحنا شفنا بدأت الكشوف تتنقى من الوفيات ومن الازدواج اللي كان موجود وخاصة أنا عندي النهاردة بقى الانتخاب ما بقاش بالموطن الانتخابي بقى النهاردة بالبطاقة الرقم القومي فأعتقد أنه ما بقاش فيه تقرار لأسماء زي ما كان بيحصل كده أو واحد يبقى مقيد هنا هو موجود برا والعكس بيكون صحيح فالمشكلة إن أنا النهاردة دي مشكلة طب ومشكلة اللي كانوا بيجمعوا البطاقات ويروحوا بيها ده يعني أعتقد بقى اللي هي كانت حكاية البطاقة هي برضو بتحصلت العشوائيات البطاقات الدوارة البطاقات الدوارة والكسس دي كلها يعني بقت قليلة جدا يعني النهاردة خاصة أن أنا عندي إشراف قضاءي خاصة أن أنا عندي فيه متابعات من سواء من اللجاء من الجمعيات الحقوقية أو من بعض المراقبين اللي هيبقوا دوليين لأن أعتقد أنه فيه اتجاه لأنه يبقى فيه مراقبين من الخارج عشان يشوفوا السير العملية الانتخابية وأعتقد أنه كان اللي حصل في الاستفتاء على الدستور ما فيش أي شكوى جات من الخارج أو من الداخل وكل الناس كانت عارفة أن الانتخابات بيطجرة بطريقة صحيحة مشكلة انقسام الأسرة ما بين لجنتين دي كانت نجة يا ريت لجنتين ده فيه ممكن ده فعلا بس دي كانت نجة يعني هو طبعا يعني ما كانش التنصيق واضح قوي لأنه ما بيبقاش بيبقى أرقام كل واحد مثلا الأب عنده مثلا خمسين سنة فبيبقى بعده ابنه اللي عنده خمسة وعشرين أو زوجته اللي هي بعده فترة مثلا بتبقى في مرحلة الكشوف بيبقى أرقام البطاقات الرقم القومة مختلفة فبوزعهم في حتة مختلفة ده فعلا بس هو ده كان ناتج التوزيع ده كان ناتج هم كانوا عايزين يعني يخففوا الأعباء والضغوط على المواطنين لتقليل الطوابير وعدم الزحام فأسموا اللي جان بدل مثلا ما كانوا بيبقوا خمسة كانوا بيخلوهم عشرة فدي كانت دي المشكلة بس أعتقد أن هي اللجنة العليا لديها اللجنة العليا والإدارة العامة لانتخابات في وزارة الداخلية أعتقد أن هم لديهم الوقت لإصلاح هذا الخطأ يعني بتوحيد عشان ده طبعا بيقلل من الرغبة للزهاب للمقر اللي جان الانتخابية لأن ساعتها الأسرة ما بتبقى متشتتة الزوج في حتة والزوجة في حتة والأباء في حتة فطبعا يعني ممكن يكسلوا خالص فطبعا إحنا عايزين المرات إحنا كنا بنأمل أن هي النسبة تعدي يعني يعني توصل نسبة الإكبال والانتخابات يعني يعني يبقى حققنا إنجاز كبير مثلا لوصلت 70% آه يليش توصل 90% آه يريت 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 آه يريت آه يريت وهو ده فعلا دورنا كمصريين في الفترة القادمة لأن فعلا مصر بلدنا محتاجانا في الفترة القادمة الكتب الصحفي الأستاذ علي الحلواني يهمني بقى أتكلم بقى عن الرئيس القادم تمام في رأيك إيه هي مواصفات التي يجب أن يكون عليها الرئيس القادم وخصوصا إن بدي وجهه العديد والعديد من التحديات أصعب مرحلة يمكن سيادتك ذكرت ده في بداية برنامجنا أصعب مرحلة بتمر بيها مصر على المستوى الاقتصادي على المستوى الخارجي على المستوى الاجتماعي على مستوى المشكلات داخليا وخارجيا على كل المستويات والله الرئيس القادم يعني من أصغر مواطن في الشارع لأكبر مسؤول من الشاب للفتاه للسيدة للرجل للطفل نفسه يعني هو المراضي يعني أعتقد أن الرؤية واضحة عندنا كلها أن الرئيس القادم يعرفين هو إيه وعايزين هو يبقى إيه أول حاجة عايزين الرئيس القادم يبقى قادر أول حاجة على اتخاذ القرار على اتخاذ القرار ده طبعا ده شيء رئيسي وعادة الأمن والاستقرار لأن النهاردة النقطتين دول ما فيش أمن ما فيش استقرار ما فيش سياحة ما فيش اقتصاد ما فيش زراعة ما فيش تجارة كل الدنيا هتوقف الأسعار بترتفع النهاردة النهاردة يعني بنشوف الأسعار بترتفع على كل حتى على حتى الخضار والفكة وكل حاجة ده بسبب إيه بسبب النهاردة ما عادش فيه أمن للسيارات اللي هي بتكون بنقل البضاع بين المحافظات مما بيؤدي لزيادة ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة جدا الرئيس القادم لابد ان هو يكون قادر زي ما حدثت تفضلت وقلت ان هو يكون قادر على اتخاذ القرار لان انا النهاردة اذا ما كانش الرئيس قادر على اتخاذ القرار وعارف كل المشكلات اللي بتواجه البلد وتواجه المواطنين وليه حالفية سياسية وليه حالفية بزرط ويكون عنده قبول شعبي من الجميع او غالبية يعني يكون يحظى بقبول شعبي اللي جاي يكون فيه بيطوفر فيه شرطين مهمين جدا اللي قاموا بصورة 25 يناير واللي قاموا بصورة 30 يونيو دول كان معظمهم من الشباب اللي هما ما حققوش اي ما تحقق لهمش اي مصلحة بعد 25 يناير وبقيت الامور كما هي فالشباب النهاردة الرئيس اللي جاي لابد ان يضع نصب عينيه الشباب لان هم الاكثرية من الشعب وهم الذين يعانون النهاردة الشباب لا يتزوج الشباب لا يجد العمل الشباب غير قادر على يعني حتى تغطيت نفقاته اليومية فالنهاردة نمرة واحد قدام اي رئيس هو الشباب الشباب النهاردة لو قدرت ان احل مشاكله حليت 90% من المشاكل للبلد لانه هو النهاردة لما هاخلق لفرصة عمل هيبقى المشاكل هتقل الجرائم هتقل هتبدأ عجلة الانتاج تدور كل القصص راح تتحل بالاضافة تانية الرئيس لابد ان يحتوي الجميع ما يبقاش زي المرة اللي فاتت يبقى رئيس اللي فيها معينة او طيار معين او اي جزء معين الرئيس لابد يعني ان النهاردة الرئيس انتخبه 60% او 65% او 50% حتى ما ينفعش ان هو يبقى ايه رئيس للخمسين دول لابد يبقى رئيس لكل المصريين زي ما كلنا بنطالب يعني النهاردة احنا يعني المفروض يعني كلنا نضع الامور بموضوعية والذين لم ينجح مرشحهم يعني المفروض او المفروض حتى الرئيس احنا كلنا مفروض نلتف حول الرئيس القارب اه يعني حتى المرشحين حتى المرشحين اللي هما اللي هيتنافسوا مع الرئيس اللي هيتم انتخابه المفروض كلنا نروح نبريك له ايا كان الشخص نروح نبريك له ونقف وراه كلنا لان عدم الوقوف وراه الرئيس القادم ده يعني هيخلق لنا مشاكل خارجية عديدة جدا جدا والملفات مطروحة عندي حدود غربية مختركة عندي حدود شرائية مختركة عندي مشكلة المشكلة الابرس في مصر يعني شايف هي اهم مشكلة مشكلة نهر النيل ومشكلة صد النهضة يعني احنا بقى خلينا نتكلم على نقطة نقطة من دول ان هي دي يعني المشكلات التي ستواجه الرئيس القادم احنا قلنا اول مشكلة ستواجه الرئيس القادم الشباب ده ده اول مشكلة فقط ودي اهم من مشكلات احنا بس مش الشباب ده احنا مشكلة عشوائيات وشباب وتحت الفقر وبنية تحتية برضو محتاجة عدد بناء مرة اخرى ومشكلة الطاقة لكن خلينا نبتدي بقى مشكلتنا الخارجية اللي يمكن برضو من المشكلات صعبة جداً اللي هتواجه الرئيس القادم وهي المياه يعني طبعاً مشكلة المياه دي احنا مشكلة للأسف الشديد مفيش حد حسس بها عندنا يعني ربنا بيقول ربنا بيقول واجعلنا من الماء كل شيء فأنا النهاردة الماء هو الحياة هو شريان الحياة لنا سواء كبشر أو طير أو حيوان يعني الزراع بتقوم على الماء الاصطناع بتقوم على الماء الاتجارة كل شيء قايم على الماء التنمية الاستقرار يعني مشكلة احنا قاعدين يعني خلافات خارجية وخلافات داخلية ومشاكل في كل شيء ونسينا النقطة بتاعة نهر النيل نهر النيل النهاردة ان اثيوبيا بعد 25 يناير لم تكن تتجرأ على القيام بأي خطوة في بناء سد النهضة لو لانها ادراكت مدى الخلافات اللي ضايرة في الشعب المصري بين الفئات السياسية المختلفة أو الاطراف السياسية المختلفة فده اللي اداها الجرأة ان هي تعمل صد النهضة وبعد هما ما عملوله مثلا دراسة جدور ان هو مثلا هيخلوه خمسين متر لا اعلوه تسعين وبعد كده عملوه اعلوه مرحلة تالتة كلما يلاقوا الامور بتزدادة عندنا سوء ما فيش حد فضلهم والكرسل اللي كانت حصلت على الهوى في عهد الرئيس المعزول وزعنا الخلافات بتاعتنا والمشاكل والاطراحات المحاكل كونة ده بيستغيل الغرب ونحن ننوح عن حاجة كمان ان اتيوبيا ليست وحدها اه طبعا وراها دول كثيرة جدا وراها دول استعمارية كثيرة جدا وليها عدوات مع مصر بالتحديد اه ده بالتحديد انت عارف حضرتك اصلا المشكلة المشروع ده فكرته فكرته قديمة مش فكرته كان ابرزه مصد النهضة اللي طم يعني ايه والوصول به لمستوى انه هو هيجفف عننا المنابع النهائية فانا النهاردة المفروض اشوف اطراحات سواء على سواء على المستوى الخارجي بعد جنوب السودان والمستوى الداخلي النهاردة انا عندي انا بقى اهدر في مصر اكبر كمية يعني احنا بنهدر اكتر من 70% من الماء من مياه النيل اللي هي جاية لنا بدل ما استخدمها في الزراعة بتهدر في حاجات كتيرة جدا الكارسى الاكتر التلوث اللي بيسيبوا النيل انا عندي النهاردة 80% من المصانع اللي على النيل من بداية من القاهرة او يعني خاصة في منطقة شبرو الخيمة اللي هي مواجهة لوزارة الرأي بتلك مخلفاتها لان العوامات والبواخر السياحية والكلام ولذا هناك اي رادع الان لان هذه الفترة هي فترة مفيش حد اصلا كله النهاردة المواطن المواطن بيساهم في التعدي على النيل المشكلة كان فيه مشكلة من اسبوعين ويمكن لسه مطروحة دلوقتي في الدلتا مصورة مصنع في كفر الزياد من مواد سماء انفجرت في مياه النيل في كفر الزياد في فرع رشيد سممت المياه نتج عنها باصابات يعني المستشفيات في الشهر الماضي امتلقت بالمرضى والمصابين من جراء استخدام المياه سواء في اسكندرية او في كفر الشيخ او في البحيرة يعني حتى يعني كانت مشكلة كبيرة جدا بسبب انفجار مصورة مياه وللأسف الشديد دي لو حصلت في أي دولة كانت الحكومة قدمت سألتها في الحال بالضبط الكاتب صحفي كبير استاذ علي الحلواني سيادتك بتكتب دلوقتي مجموعة من المقالات حول المشكلات التي ستواجه الرئيس القادم احنا زكرنا منها الشباب وزكرنا منها المياه في مشكلة ثالثة وسيادتك زكرتها فعلا في احدى المقالات وهي الفساد طبعا الرئيس القادم التحدي الأصعب أمامه أو الأكبر أمامه هو الفساد الفساد النهاردة استشرف مصر سواء يعني أنا يعني هو يعني يمكن تزايد بعد 25 يناير ايه أشكال الفساد لسيطة خلال المقالات احنا عندنا أجهزة ركبية كتير جدا بس للأسف الشديد يعني بعضها بتكتشف بعض الأجهزة بتكتشف حاجات محدش بيرضى نقشها لأسباب عديدة لتدخلات أو الإهمال أو المرحلة ما تتناسبش بتبدأ يعني ما فيش هيئة ولا مؤسسة في مصر أو وزارة ما فيهاش فساد ده اللي بيخلينا نرجح سنوات للوراء فأنا النهاردة عندي المفروض كل القرارات يعني يتم اتخاذها بشفافية يكون عندي النهاردة لما يجي أخطر مسؤول إن أنا يعني أستمع أو لأرأي الأجهزة الرقابية اللي المفروض أنا يعني أما بيتم ترشيح أي مسؤول في أي مكان بأستمع بأخذ رأي الرقابة الإدارية بأخذ رأي ما بحث الأموال العامة أو خلافه من الأجهزة الرقابية فأنا المفروض إن أنا أتابع ده جيدا وأخطر المسؤول يعني هنذكر أمثلة كتير جدا يعني يعني أذكر أحد رؤساء مجالس إدارات البنوك قبل كده لما رشحوا أحد الوزراء ليمسك رئيس مجلس إدارة البنك قام الأجهزة الرقابية قامت بتوجيه عدة اتهمات لي وقالت له أنه لا يصلح لا يصلح نهاية وعلى الرغم تم تعيينه كان في الوقت ده ده المكافأة لي كمان يعني المكافأة لي إنه هو كان يعني أسند يعني هو ميسك رئيس مجلس إدارة هذا البنك وأسندت لي عضوية ورئاسة 15 هيئة أخرى الكلام ده كانت كان في الألف يعني تقريبا في أول الألفنات في أول الألفية المشكلة بعد ما حصل ده بعد الكارسة دي كان ده حصل كتير جدا أنا النهاردة لما عملت كده الإسناد الخمساشر هيئة ده نتج عنه أنه هو مرتب اللي بياخده من الدولة شهريا غير الأرباح السنوية 460 ألف جنيه وغير كده رغم كده رغم كل ده رغم كل ده وهو كان من عائلة سرية جدا جدا ولديها أموال وكان يعني حتى يعني من طبقة راكية جدا للأسف الشديد رغم كل ده طلع بيطلع بخمسين قضية فزاد وحكم عليها في السنوية فأنا النهاردة لابد من تفقيل دور الأجهزة الرقبية دي قضية مقررة احنا بنشوفها كل سنة مش بس من أول يعني أنا كمان بقى طالب من خلال بنا أن الأجهزة الرقبية يبقالها دور في الضبطية القضائية يعني أنا المفروض دور ويتم رفع التقارير بتاعتها مش أنا أديها المسؤولين سواء في مجلس الوزراء أو في البرلمان أو في غيره لا دي على النيابة العامة على طول لأن النهاردة هي لو بقى قراراتها بتحاول النيابة العامة يعني تلقائيا أعتقد أنه هتقضي على جزء كبير من الفساد لكن النهاردة عملية الركنس في الإدراج أو علشان بقى حد يغير القرار أو كده ده اللي بيؤدي لزيادة الفساد النهاردة فساد في الصحة فساد في التعليم خلينا نكلم بقى على الفساد في الصحة والفساد في التعليم وإحنا شايفين دلوقتي كمان آخر مشكلة دلوقتي زهر لنا مشكلة الفلوانزة الخنزير لا دي الكورونا لا الفلوانزة الطيور هي صلعة ايه في الآخر تمام والله حاجة غريبة جدا اللي زهر برضو فجأة وشكرونا عدد الوفيات خمسة وعشرين لا يا جماعة ده أربعة طباء يعني كل طبيب بمية بمية مواطن قدامه لأنه مش معقول الطبيب حيوصب كده ده طبيب ده مشكلة كبيرة جدا إن احنا حتى عندنا ما بنعلل الأرقام بنخاف مع إني ده حاجة طبيعية يعني حتى طب إيه إيه الخطأ إيه الخطأ وإيه اللي بيدورك إن المسؤول هو اللي قام بالكصة دي إيه الخطأ إن أنا أعلن أنه أصيب مني مية لا ده أنا أقولك لا ده تلاتة ده أربعة طب ليه يعني إيه تبتحبوا ليه من المستفيد إذا كان الإعلام هو اللي حينقذ لي الملايين أنا بخبي عشان ليصاب الملايين قدامهم ولا أنا ما عنديش يعني عشان محتاط فين الأمصال يعني المفروض الـ H1N1 ده كان نزلت أمصاله من ثلاث سنين لما بدأت الموضوع الأوليين أين هدي الأمصال الآن دي حضاك نقطة مهمة جدا وهذه جهزة دلوقتي للأعداد اللي حتحصل ولا لأ مشكلة التعليم وما يحدث الآن وهي برضو مسببة بعد البلبلة في الشارع المصر أول دلوقتي تأخير الأسبوعين الأجازة دول حيأثروا على بالطبع أكيد وحيبقى مدارس أو مدارس لا المدارس الخاصة قالت لا أنا مش هدي إسبوعين زيادة وفي مدارس قالت آه حدي طب وبعدين طب ولي هيروحوا المدارس دول حيصابوا هل ده برضو نوع من الاحتراص ضد المرض ولا ليه أسباب أخرى والله يعني أنت لذا بنتكلم عن الفساد وبالنسبة للأمصال والتلوث أنا النهاردة عندي المشكلة مباجئة أستورد نصر بيتقدم لعرض بلستة فيها جميع أنواع الأمصال ومن عدد دولة أنا بأأخطار بأجي أخطار للأسف الشديد اللجنة يعني ما يبقاش فيه رقابة على اللجان اللي بتختارها هذه الأمصال ممكن تستورد أمصال يعني نتيجة علاقات أو يعني مش عايزين نتاهم حد بدون ما يبقى رداينا ناسية إحنا المفروض نقدم يعني يبقى فيه رقابة يبقى فيه شفافية إن العرض لو جالي عدة عروض لا أدرسها بلجنة عليا ويكون فيها أعضاء من جهات أخرى غير وزارة الصحة علشان ما يبقاش فيها عند تلاعب لأن النهاردة يعني يكون فيها عدو من جهاز المركز المحاسبات عدو من ركابة الإدارية عدو من مبعث الأموال العامة كل ده كل ده هيخلي القرارات تصدر بشفافية لأن ده هيحافظ على صحتنا وحافظ على كياننا فمش هيبقى فيه عند فرص لأي تلاعب لأن بعد كده بيترطب عليه عدوى لنا كلنا وبنشوف الكوارس اللي بتحصل بعد كده بالنسبة للتعليم أنا النهاردة مش عارف فعلا إيه المبرر إذا كان هل ده المانع من أن هو بس الحفاظ على صحة الأطفال أو ليه حاجات سياسية طبعا يعني كان الله فعون للأجهزة الأمنية لو في حاجة يعني محاولة للمشهد المربك اللي احنا فيه بسبب التفجيرات أو بسبب ما تقوم بيه بعض الجماعات الإرهابية من إرهاب أو تفجيرات يعني بس أعتقد أن ده مش سبب فعايزين برضو يكشفوننا السبب الحقيقي لأن السبب الحقيقي إحنا عايزين شعبية يعني لأن كاشف السبب الحقيقي ده هيخلي الشعب نفسه يقيم الأوضاع هيقدر يقيمه ويعرف مين اللي عطل ولادنا يعني أنا النهاردة أما تؤجل الدراسة لل22 فبراير خلاص ما فضلش غير شهر يبقى يبقى الترمي راح يبقى دي سنتين من يوم الثورة لحد النهاردة المستوى التحصيل لدى التلاميذ والطلبة تراجع جدا يعني أنا النهاردة اختصرت اختصرت وكم كم هايخدوز زي صعب يعني هتشيروا من المنهج طب ده هتكسر على المنهج السنة الجاية ولا لا ده مساعد يعني أنا كده يعني بقى دعوا بقى الدروس الخاصية والغاء الدراسة ويبقى القصة انتهت احنا دخلت فسات أكثر وأكثر يعني دي مشكلة دي مشكلة كبيرة جدا خلينا ندخل في نقطة فسات تانية برضو عشان يعني احنا وقتنا قارب على الانتهاء فاحنا عايزين ندخل بقى في نقاط أخرى للفسات الفساد بقى في الانتخابات القادمة والانتخابات البرلمانية ويعني نقاط كتير سيادتك زرطان من خلال المقاط والله أنا عندي مشكلة طبعا الفساد في الانتخابات ده حاجة كلنا عارفينها شراء الأصوات يعني وده بنرجع لنقطتنا ووجود وجوه سابقة سواء في الوزرات يعني طبعا ده المفروض الشعب ينقي المفروض ان الشعب ينقي يعني يمكن الوسائل طب احنا فقدنا ايه بالنسبة للوزرات في الوزراء الوزراء ده بالنسبة لنا المفروض يعني هي المرحلة الاتقالية اللي احنا بنعيش فيها يعني ما اعتقدش ان هيبه فقط تغيير كبير لان اصلا الدستور عندنا يعني حتى كمان بيمنع اننا اقول يعني رئيس الجمهورية الحالي لا يملك اقالة رئيس الوزراء يعني انما هو رئيس الوزراء ممكن يعمل تعديل وزاري فالنهاردة المفروض انه هو الدكتور الببلاوي يعني مع يعني ما احترمنا الكامل ليه انه هو يحاول يعني الفترة اللي جاية العناصر التي لا تكون بعملها مما يعني زاد الاحوال سوءا في فترة ولايته الاخيرة فاحنا النهاردة المفروض رئيس الوزراء يعني والكادة السياسية بالتعاون مع كل المسؤولين في البلد المفروض يعني يعني يعملوا عملية غرباء للوزراء يعني الوزراء اللي بيشتغلوا في وزارتنا الحالية دول حوالي 7-8 وزراء بالكتير والشعب عارفهم كله الباقي ده المفروض يروح زي ما بيقول اه يعني الباقي يروح علشان احنا النهاردة في منطق احنا بحتجيل لكل من هو يعني في مرحلة ما تحتملش اي تأجيل النهاردة اي مسؤول بيخاف ياخد قرار اي مسؤول بيخاف يواجه طب مين اللي حيواجه الشعب يطلع تحصل حرب اهلية لا المسؤول هو اللي عليه المواجهة النهاردة للأسف الشديد تحولت المرحلة الانتقالية اللي احنا بنعيشها لمرحلة انتقامية مرحلة انتقامية من بعض الجماعات ضد الشعب ومرحلة انتقامية من المسؤولين ضد الشعب المرحلة الانتقام من الشعب أننا النهاردة أأجل القرارات في المصالح اللي هو الشعب بيحتاجها يوميا فكل ده بيتراكم وبيسبب لنا مشاكل أكتر تواجه الرئيس القادم ولما المشاكل بتتراكم وبتزيد ده بيؤدي لتفاقمها وانفجارها مما يصحب السيطرة عليك الانتخابات الفرلمانية لأننا دلوقتي مش نتكلم على مجلس شعب عادي حيدي قرارات لا ده حنتكلم على مجلس شعب أو برلمان سيكون له اليد العليا في الفترة القادمة يعني قراراته يمكن في كتير من الأحوال أكبر وأكتر من قرارات السيد رئيس الجمهورية لأنه ياخد صلاحيات أكتر من رئيس الجمهورية ده تمام النهاردة إذا كنا عايزين الرئيس السوبرماني حقالينا كل أحلامنا وكل أمالنا وكل أمالنا ويواجه الطموحات بتاعة الشعب ويقدر يقضع المشاكل الموجودة سواء داخليا أو خارجيا نفس الشيء بالنسبة للبرلمان عايزين برلمان مثالي عايزين الشعب يقدر يختار كويس يقيم الشخص ما يختارش على قبليات أو عصبيات أو مجاملات لا يختار على الكفاءة الكفاءة والمقدرة على الكفاءة يعني مش على أنه يقديه للخدمة بس لا يقديه للخدمة يقوم بدوره الرقابي يقوم بدوره التشريع كويس لازم يكون فاهم مش يجيب بقى النهاردة زي الدستور بتاعه زي الدستور 2012 اللي كان بيشترد في النائب أنه يكون حصل على شهادة ابتدائية يعني أنا كده برسخ يعني أنا خلاص يعني النهاردة الناس بتتكلم اللي هو بيملك التشريع في مصر ويملك الركابة في مصر أنه أنا بقديله رخصة أنه هو ما يتعلمش عشان يبقى إيه معهش هادة ابتدائية احنا في القرن الواحد وعشرين ولسه كمان هأخلي النائب النهاردة الوظيفة بتطلب مواهل عالي لا أنا أخلي النائب اللي بيكون بالتشريع ليه كنت بديله رخصة عشان يأخذ ابتدائية فده النهاردة ساحب الأستاذ علاء الحلواني خلينا بقى في عجالة كده نذكر أهم القضايا الأخرى بشكل النقاط سريعة كده اللي هتواجه السيد الرئيس طبعا يمكن من أهمها كمان القضايا الاقتصادية في القادمة ده ده مهم جدا اه ايه تاني من القضايا لا في قضايا كتيرة جدا العشوائيات في مصر من وجهة نظري العشوائيات ده فعلا مشكلة مهمة جدا النهاردة أنا النهاردة العشوائيات ما بقتش في أطراف المدن أو في المحافظات لأن النهاردة العشوائيات بقت في قلب القاهرة في قلب العاصمة نخوضك في نقاط بقى سريعة انت شايف الأسواق حضرتك اللي هي موجودة دي العشوائية ما عادش في حد بيعرف يمشي في شوارع كله اه تم اكتلا يعني أنا كنت يعني كان معايا أحد نواب المحافظة القاهرة اللي هو أحمد ضيف فكان بيقول لي بيقترح اقتراح إن هم يدوهم أرض على أطراف القاهرة يعملوا فيهم مشروعاتهم وده هتخلق يعني هتخلق هتعمر حتة جديدة جدا وهتبعد الزحمة عن القاهرة وهتكون ده ده يعني متنفس المشكلة التانية والمهمة جدا مسألة تحديد الحد الأقصى الحد الأقصى الحد الأقصى هو الحد الأدنى أعتقد أنها يطبق آه خلاص بس يا المشكلة عندي في الحد الأقصى السيد رئيس ووزر ده اللي هيوفر عندي ده هيوفر عندي مليارات أنت عارفة ساعتك حضرتك إن أنا الحد الأقصى يعني كانت خارج بشكل جميل جدا إن حط الحد الأدنى 1200 وحط الأقصى 42000 جنيه ده شيء مثالي وأعتقد أن أي مسؤول يقدر يعيش به لكن للأسف الشديد تم إفراغه من مضمونه استثناء البترول والاتصالات والاستثناءات عارفة ساعتك ده لو تطبق من القضايا اللي احنا نفسنا إن احنا بالفعل نوصلها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عليها الحلوين بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا الحقيقة الحديث معاك سيطول ويطول لكن احنا بناخد واحد من دي ساتك تكون معنا بالحلوين ونكمل حدثنا عن باخ الخضايا التي تستواجه الرئيس القادم واشكرك شكرا جزيلا نقول لكل الأحباد المشاهدين خليكم معنا لسا بنفتك من نقاطنا ومشاهداتنا